بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصفة الخامس الابتدائي في حل اختبارات سلاح التلميذ على المحورين الأول والثاني هنحل مع بعض إن شاء الله الاختبار الأول من كتاب مادة المهارات المهنية نبدأ مع بعض حل الاختبار بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الاختبار واحد ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة نركز مع بعض عشان نفهم مع بعضنا واحد يحق للتلميذ التعلم في بيئة خالية من المضايقات الجسدية والنفسية طبعا هذه العبارة صحيحة اتنين الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانة الأساس والمعدات مهمة يقوم بها أمين المكتب المفروض طبعا هذه المهمة يقوم بها مدير المدرسة العبارة خطأ يمكن رش الطربة بالمبيدات الكيميائية الضارة لزيادة خصوبتها طبعا هذه العبارة خطأ رقم أربعة تعد المجلات أحد مصادر المعلومات المستخدمة لإعداد الأبحاث طبعا المجلات تعتبر من أحد مصادر المعلومات المستخدمة لإعداد الأبحاث هذه العبارة صحيحة ننتقل إلى سؤال رقم اتنين اختر الإجابة الصحيحة مما يلي واحد يجب التحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها بالرجوع إلى مصادر وهمية ولا كاذبة ولا مختلفة ولا غير موثوقة طبعا أنا المفروض عشان أتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها أرجع إلى مصادر مختلفة اتنين تزويد الغرف الفندقية بأدوات النظافة التي يحتاجها السائحون مسئولية مين النادل المضيفة الطيار عامل النظافة طبعا دي مسئولية عامل النظافة رقم ثلاثة عند حل المشكلة يجب التحل ب عصبية أكون عصبي ولا مرونة ولا قلق ولا حزن طبعا بالمرونة رقم جيم أكمل العبارات الآتية واحد تعرف حرفة وفن الأعمال الخشبية بإيه النجارة رقم اتنين الخشب الذي مقاومته ليست كبيرة ويتعفن بسهولة هو خشب إيه القايقب تلاتة مشروع يستهدف استصلاح الأراضي الصحراوية بالقرب من الساحة للشمال الغربي لمصر هو مشروع مين الدلتة الجديدة نساء الرقم أربعة صل ما في العمود ألف بما يناسب همون العمود إيه باء ألف فضلات الحيوانات والطيور تلميذ يحافظ على مدرسته لون استخرج من نبات النيلة اللون الأزرق سمك حيواني تلميذ مسؤول طبعاً أبدأ بالسهل اللي هو اللون استخرج من نبات النيلة اللي هو اللون إيه اللون الأزرق طبعاً هم فضلات الحيوانات والطيور أقول له إيه سميات حيواني تلميذ يحافظ على مدرسته ده طبعاً تلميذ إيه مسؤول سؤال رقم خمسة فكر سمي أجب واحد أذكر واحدة من القواعد الواجب اتباعها عند زيارة المحميات الطبعية أعمل إيه عدم الصيد بجميع أنواعه كيف يمكن إعادة تدوير الإطارات القديمة الإطارات القديمة من الممكن أن نستخدمها في صناعة الكراسي بكده طبعاً ننتهي من حل الاختبار الأول مادة المهارات المهنية من كتاب سلاحة تلميذ بدعوكم العمل سبسكريب أو اشتركوا على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته